كويتاوي عتيج مقال للمهندس عدنان عبدالله العثمان نعم أنا كويتاوي عتيج وأشجع نادي الكويت منذ وعينا على الكرة واشتد التنافس مع دخولي مدرسة الفيحاء المتوسطة وكل الربع إما قدساوية أو عرباوية وأشقائي كلهم قدساوية وليش تولعت ابنادي الكويت ما أذكر ولكن عند كل مباراة كانت المعاناة كبيرة وتحسن الوضع في ثانوية العدلية على الأقل صار كمواحد كويتاوي معاي ومنهم الأخ الدكتور سعود الفرحان والأخ عبد الحميد الياغوت والرياضة ذيك الأيام كانت جميلة ومتنفس وكان الذهاب لحضور المباريات متعة وكنا نتابع أخبار الرياضة بالصحف أولاً بأول والملاعب تلك الأيام كانت غير مزروعة وعبارة عن طبقة من رمال الجيتش ويمكن أول ملعب زرع بالنجيلة بأوائل السبعينات كان نادي القادسية وما زلت أحتفظ بصور لفريق النادي وقصاصات الصحف التي تحمل انتصاراته وأذكر عمالقة النادي ومنهم الخشرم ودريهم والجساس والعنبري وشعيب وطرابلسي وطبعاً الجماهير ما كانت ترحم هذا النادي الجميل صاحب القليل من الجماهير ولكن الكثير من البطولات وكان تشجيعهم المعاكس لنادي الكويت صاحب الفانيلا البيضاء بأهزوجة ديجاج مكينا وأعتقد أنه ما زالت هذه الأهزوجة تقال بكل مباراة وعلى كل الأحوال ما زال جمهور هذا النادي قليلاً مقارنة مع جماهير العربي والقادسية ومع اجتداد الصراع الرياضي والذي نتج عنه تدهور الرياضة وحرمان المنتخب من المشاركة الدولية وتحولت الجماهير الكويتية لمتابعة الدور الإنجليزي والإسباني وغيرهما لأنه نحن الكويتيين ملينا من هذا الصراع وهذا التدهور بقطاع الرياضة ولكن حبنا لهذا الوطن جعلنا دائماً على أمل أن تصلح الأمور ويؤسفني جداً هذا التسييس للرياضة الكويتية فالنائب العرباوي يشجع القادسية ويابي برد شبدة كما صرح في المجلس فعزيز النائب برد شبدةك بغريمك وترك عنك الرياضة فمثل تلك التسريحات وإن كانت من باب الغشمرة ولكن انعكاسها كبير على الشارع وزج حكم المباراة بتلك الاحتفالات أمر غير مألوف يا جماعة خلوا لنا شيء حلو نسعد به وكفاية علينا هم وغم غير مبررين يعني فعلاً أمر ما مر علي من قبل أن أشوف كل ربعي القدساوية يشجعون العربي ضد الكويت وكل ربعي العربوية يشجعون القادسية ضد الكويت ويمكن كل الكويت ضد نادي الكويت وكملها الأخ الفاضل اللي يقول منافسة القادسية بهذا الوضع لن تكون إلا على المركز الثاني نص صاحبنا إن النادي العربي فاز على الكويت بنهائي كأس صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله يعني الفوز والخسارة أمر طبيعي بالمنافسات الرياضية الحمد الله أن أحفادي كلهم كويتوية واصطفوا معاي مشجعين العميد كبير الرياضة الكويتية فألف مبارك للكويت فوزه بكأس سمو ولي العهد وإن شاء الله يكملها فوزاً بالدور الممتاز وهارد لك لنادي القادسية وأختم وأقول لنوابنا الأفاضل اتقوا الله بوطنكم وكفى تجيشاً للشارع وغرس التشاؤم وإضاعات الوقت بما لا يفيد اتسلمون إذا عجبتكم المقالة شاركوها مع أصدقائكم مع تحيات صوت صدى المعرفة